تتواصل مسيرة العمل المصرفي في البحرين بزخم بفضل تشجيع الذي أولته قيادة جلالة المالك المعظم من خلال الدعم اللامحدود واهتمام الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء هذا وقد استحدث مصرف البحرين المركزي فرص عمل جديدة ومتنوعة للكوادر البحرينية التي ستفتح أفاقا جديدة لهم وذلك في مجالات الصيرفة المفتوحة والبنوك الرقمية وأنظمة التسويات حققت مملكة البحرين طفرة تنموية شاملة في كافة القطاعات بما فيها القطاع المالي والمصرفي في ظل التوجيهات السليدة والرؤية الحاكمة لجلالة الملك المعظم والذي أولته الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأعطته كل الاهتمام والدعم من خلال توفير كل المقاومات القانونية والتنظيمية واللوجستية التي عززت من نهضة هذا القطاع وإتاحة له الانطلاق في أجواء من الانفتاح الاقتصادي وهو ما أهل مملكة البحرين لكي تكون مركز جذب واستغطاب للعديد من المصارف والمؤسسات المالية العريقة إقليميا ودوليا ولاستغطاب المزيد من الخدمات المالية الجديدة بعد إدخال العديد من التعديلات في أنظمة العمل اتجه مصرف البحرين المركزي مؤخرا للتركيز على استحداث فرص عمل جديدة ومتنوعة للكوادر البحرينية التي ستفتح آفاقا جديدة لهم وذلك في مجالات الصيرفة المفتوحة والبنوك الرغمية وأنظمة التسويات والتحويلات المالية من خلال تأهيلهم للعمل في القطاع المصرفي والتي جاءت في عملية مستمرة ترتبط بسياسة المصرف في تطوير هذا القطاع ويسعى مركز البحرين المصرفي إلى استغطاب المزيد من المؤسسات المالية وتوسعة نطاق الخدمات المالية المتقدمة لتواكب بذلك التطور في المجالات التكنولوجية المالية بحيث يساعد هذا النمو والتوسع في زيادة فرص العمل للبحرينيين وإتاحة المجال للدخول في تخصصات جديدة تتماشى مع متطلبات الاقتصاد الرغمي وتطور الخدمات المالية في المستقبل وفي السياق فقد حرصت مملكة البحرين من خلال تجربتها الطويلة بتطوير الخدمات في القطاع المالي وتكثيف التدريب والتطوير المستمر للكوادر البحرينية وهو الأسلوب الأمثل لزيادة أعداد العاملين في هذا القطاع وفتح المجال أمامهم للتطور الإداري وذلك من خلال الدور الحيوية الذي يلعبه معهد البحرين للدراسات المصرفية الذي قدم مجموعة واسعة من الدورات التي تتماشى مع سوق العمل العالمي حيث أن وجود هذه المخرجات التعليمية ومن ثم توفر فرص التدريب المهني قد ساعد على تحقيق هذه النسب المرتفعة من إشغال العمالة البحرينية للوظائف في القطاع المالي والمصرفي طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين